والصورة الأخيرة رح طلعنا إلى سبع سماء أنا وإنت مفيدة حنشوف مين فيه بانتظارنا جاهزة؟ جاهزة خلي نشوف مين فيه بسبع سماء باب حبيبي وحشك؟ بقاله كم متوفر؟ ده بقاله متوفر خمسة وعشرين سبع خمسة وعشرين بعضوا الوجع زي الأول مفيدة من الوقت بيخفف من وطئة الألم لا أصبح كان كان حد هو الوحيد كان تركيبة كان تركيبة مميزة جدا من الرجال يعني راجل أعلمني أنا وأختي وأخويا إن إحنا زي بعض إن إحنا بنفس قوة نتعلم عمره مؤثر معنا في تعلمنا عمره مؤثر معنا في حاجة إحنا كنا عايزينها خفة الدم الغير طبيعية شخص طول الوقت الأجازات لازم تجمع عائلي علمني يعني إيه رمضان علمني يعني إيه شام النسيم وياخدنا معاه يروح يشوف أخته ومرات أبوه وأخواته وياخد كل كل واحد فيهم حاجة في العيد علمنا حاجات كتير جدا ومشي بدل كان عنده كم سنة؟ عدت إنه خمسين سنة عم ست أخوة صغير أم إيه أكتر حاجة مفتئدة؟ إنه كان يشوفني كده كنت أتمنى شوف نجاحك لو هو سمعنا دلوقتي تقولي له إيه؟ بص هو مش أول ما رأيت على الكاميرا بس أنا كنت أتمنى إنه هو يفرح بينا لأنه مش هنالواحدي بس أبويا لما توفى توفى وأختي كان دخلها لسانسو وكان أخويا بيخلص آخر سنة آخر متحان حقيقي في هالنسا أعتقد إنه كان هنالفخور بينا كده أنا كنت أتمنى إنه هو يشوفتها الله يرحموا موفيتا وأكيد هو فخور فيكن وبكل اللي عملتوا على هال العائلة الحلوة اللي رباها أكيد أكيد يا حبيبي الله يرحموا الله يرحموا بيختم حلقتنا عاوزة هيكي توجهي حاجة كلمة للنس لنفسك لعائلتك على طريقتك الخاصة بتختم فيها البرنامج بالشهر الفضيل بسم الله ما شاء الله عليك يعني أقول إيه؟ أقول هقول إن كل واحد فينا بيعدي بتجارب صعبة في حياته كل واحد هنا بيعدي بأوقات انكسار ممكن تبقي أنت حاسة في الوقت ده إن أنا مش هقدر أقوم إن أنا مش هقدر أكمل إن أنا في طريق مش عارفة بكرة في إيه بس الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أأكدها لكم يعني من تجاربي إن طول ما ربنا واخد بإيدك وطول ما أنت حاسة إن هو معاكي وطول ما أنت أو أنت محافظ على احترامك لربنا لإحترامك لعاداتك لتقاليدك لنفسك بإحترامك لنفسك طول ما أعتقد إن ربنا هيكرمك فكل وقت صعب أنا متأكدة زي ما بكلمكم كده إني بيجي بعديها نور بيجي زي ما في الحلو في الوحش وزي ما في الوحش في الحلو ما فيش حاكة بالدوم عياطيني حمد الله قلصت شكرا لك المفيدة كنت أكتر من سعيدة لا ارتحت ولا ما ارتحت معايا لا ارتحت جدا ومرسي جدا على اهتمامكم بالصور اللي أنتو جبتوها نحنا لأنه الشهر داي يعني فيه من كل حاجة فنوع هيك من جردة أحسيني حبيبتي أهلا وسهلا وسهلا وأنت طيبة